السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله يقول لك هذه الصورة تقرأها في الماء سبع مراتين إنا أعطيناك الكوتر فصل لربك وضحر إن الشادك والأبطال تقرأها وكتشرب ذاك الماء يعطيك الله سعد لأن القديد يستعد بحل لعنده التابعة لعنده التابعة مرمك يفرح تلقى في الممشى الأبواب مغلاقة في الممشى المشاكل تابعة ماله عنده التابعة مش كده حينه التابعة بصورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إلى أن قال تعالى ولا سوف يرضى كده يتابعة بغت الزهر والسعد هذه الصورة تقرأها سبع مراتين وتشرب ذاك الماء ربيع الزوج لك كي جارفك واحد نور في الجسم ديالك واحد نور في الوجه ديالك واحد نور في الكلام ديالك واحد نور في الرائحة في العرق ديالك مالك تجلس مع الناس كده تكون متميز نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حتى كانوا بعض الزوايا وبعض الصالحين بللي كيجتامعوا كيجيبوا واحد القرعادي للماء وكيقروا في صوت الكوتر سبعات المرات وكيخلطوهم بمزهر وكيبدير الشعر للناس بللي كيكون العرق الشديد كييرش الناس مجتامعين في الدكر كييرشع لهم ذاك الماء ذاك الماء مقرؤة في صوت الكوتر ومحلة بماء الزهر أو بماء الورد بللي كيجي كتشعر بواحد الراحة وواحد طبعنين وده كل الناس كيكونوا متحابين وكيكونوا متواضعين فيما بينهم هذه كرامات الحمد لله كثيرة في ديننا وديننا غني بالخيرات وبالبركات وكلما فهمناه بعمق وطبقناه بكل مساطة حياتنا غتكون شاء الله منتظمة وغتكون جميلة وغتكون هادئة وغتكون مسالمة وغتكون كلمتك مسموعة ورأيتك مرفوعة ورزقك متصل وجيبك عمور بيخوة ببركة الصلاة على مولادا رسول الله فصلوا جميعا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جوابا على السؤال للسي حسني سوة الكوتر هي أصغر سورة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوتر فصلي لربك واضحر إن شانئك هو الأبطر هذه الشدة تمكن الإبالة فصلي هكذا تنطق فصلي لربك واضحر لأن القرآن الكريم هو ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لا تظن بأنك ستكون ملم بقواعد دي القراءة الإدغام والإخفاء والإقلام والغدة والأحكام الراء هذه كلها جميلة ولكن الأصل في الأشياء أنهم ويسروا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وهذه الصورة إنا أعطيناك الكوتر فيها معاني جميلة رغم صغارها كان الإمام محمد عبد اللي كان هو من المصلحين للقرن الماضي شرحها في الأزهر أخذت منه شهرا شهر كبير هذه الصورة ربما قصيرة حتى أن بعض الناس اللي قلتين يصلي بنا مع الجماعة ربما يستحيي أنه يصلي بالناس ويقرأ بصوت الكوتر يقول لك سيقرأ بشي حاجات تكون طويلة ربما حتى يقال بأنه قارئ مع أن الإمام محمد عبد اللي بغير يشرحها داخل الأزهر الشريف بقي شهرا بكامله هو كشرح هذا المضامين لها إن أعطيناك الكوتر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتطمئنه وفيها تشريعات وفيها بشارات إن اسم الجلال إن الله جل جلاله يتكلم عنده العلي إن أعطيناك يا محمد أعطيناك الكوتر الكوتر قيل بأنه هو نهر غنيكون في الجنة وقيل غنيكون في الحوض الحوض يوم المعث والنشور لما تد الشمس من الرقاب بمقدار شبر ويتساقط العرق من الناس وغنيكون العطش الشديد ما زال الجفاف لغنيكون في يوم القيامة حتى إن العرق تصبب من الجبين منهم من يصل عرق له إلى ركبه ومنهم إلى منتصفه ومنهم من يغمره إلى صدره حتى قال الشاعر افرح فسوف تألف الأحزان إذا شاهدت الحشر والميزان وسال من جبينك المسيح كأنه جداول تسيح يوم القيامة مشهد مروع يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وفي آية ثانية كخمسين ألف سنة يعني مشهد مروع خمسين ألف سنة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قريبا عند الله تعالى غداغا يوقع هذا المشهد سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الكوتر هو حوض كبير قيل في المشهد دي المعت والنشور وقيل أيضا يبقى معه الكوتر في الجنة في ممشكة مع ذلك الكوتر هو نهر ليس فيه مثلا وحد الحفرة فيها الماء كما يبدو لنا الأظهر النهر يكون غائر يكون عبارة عن تربة هي محفورة وفيها المجرى لكن هذا النهر للجنة بدون مجرى بدون تراب بدون حفرة هكذا الماء يسير يتباعه ماء عظيم ومن شرم منه شرمة واحدة لا يضمأ بعدها أبدا إن أعطيناك الكوتر يا محمد صاف انت رابح 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 مع الفائزين إن أعطيناك الكوتر لما سمعها النبي الكريم فهم منها أن النصر والعزة والكرامة صارت للنبي الكريم ومفهومها كين البنطوق وكين المفهوم المفهوم هو أنه كل من رفع دين محمد كل من رفع لواءه كل من نصر شريعته كل من اعتنى بسنته هذا سيكون مرفوع المقهم إلى يوم القيامة يعني كل واحد فينا إن خارط في جودية محمد صلى الله عليه وسلم كيقولك سير رأي حاجتك مقضية سير رأيتك مرفوعة سير رأي كلمتك مسموعة سير رأي رزقك متصل أجيبك أعمر بإخوة صافي عندك إنا أعطيناك الكوتر فصلي لربك وضحر هذا تشريع جاءت في يوم الضحر يوم العيد النبي الكريم كده يتعبد المولى عز وجل بالصلاة يوم العيد كيكون تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحامد كيكون الضحر الصلاة والضحر والذكر أيام أكل وشرب وذكر لله هذا معدى قوله تعالى فصلي لربك وضحر وهذه الآية كيش دو فيها بعض العلمانيين في الغرب كيقول لك بأن الدين الإسلامي دين عدف هذه آية فيها العدف وضحر يعني دعوة إلى إسانة الدماء لكن هذه الدماء هي دي الأكماش مش دي البشر والأكماش عبر التاريخ جميع الأنبياء يتقربون إلى الله تعالى بالنبائح أول من تقرم بالنباحة هو هابيل مع أخيه قابيل كل منهم تقدم بالنباحة إلى الله فتقبل من هذا ولم تقبل من الآخر فوقع منهم الغيار وكان عفو بأن سيدنا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء تقرب إلى الله بالنباحة لإبنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما نثر قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إلى أن قال تعالى لما تله للجبيد ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية ثم هذلك فديناه بدبح عظيم في دبح دبح عظيم فالدبح هو جميع الأنبياء والمرسلين كنت قوموا بها واللي يبغي يعرف يشوف اليهود سيد موسى عليه السلام رب الأحبار دياله أنه يتقربون إلى الله تعالى بالنباح فكان المعض ربما ينتقد الأنديان يقولون هذا الإله يحب أن يرى الدم ويرى رائحة الشواء ويحب لا حاشا وكلا الله رحمن رحيم لطيف بالعباد هذك الأكماش لا تشعر لا بآلم ولا بتعب وإنما هو تعبير للعبودية لله عز وجل ربك يعلمك مقام الألوهية ومقام العبودية تميز أنت في مقام العبودية والله تعالى في مقام الألوهية نهار غا تميز المفهوم وتستوعب وتشرب المعنى دياله هذك ساعة تشعر بحلاوة الإيمان واليقين إن أعطيناك الكوتر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر هذا خصوص في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان شانئك من هو هو كان أبو جهل كان دائما مرصاد لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما يجهد فيه وكان دائما يعترض طريقه وكي يقول لهم محمد أبطر محمد أبطر من هو الأبطر الأبطر في اللغة العربية هو الذي ليس له أصول ولا فروع يعني ما عندهش الأصول شكونا من الأصول يعني أمك وأبوك وجدك وجدتك هذا هو الأصول والفروع هما الأولاد والأحفاد أولادك وأحفادك فسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أبطر مات والديه هو صغير مات هو لازل في جديد في بطن أمه أمه توفيت وعمره خمس سنوات وكفله عمه وجده في الأول ثم عمه وتوفي الجميع بشكل الأم والأب والجد والعم وكل شيء بشكله ما قلش عنده الأصول ثم لما تزوج وعطاه الله الأولاد مات له الأولاد مات له إبراهيم ومات القاسم وماتت البنات أم كالتوم وزينب وغيرهم بنات النبي الكريم لم تبقى إلا فاطمة فقالوا محمد أبطر لا أصول له ولا فروع فكانت ربنا عز وجل يرد على أبا جهل ويقول له إن شانئك هو الأبطر يعني عدوك الشانئ هو اللي تعدى معاك وكي إضادك في الأمور هو الأبطر هو اللي غد يكون لا أصول ولا فروع لش اللي كان أبو جهل قتل في المعركة ونسي في التاريخ ألقي أعزكم الله في مزملة التاريخ لكن سيدنا محمد رفع الله ذكره في السماوات وفي الأراضين وها الآن ذكره أكبر اسم يردد في تاريخ هو اسم محمد بريطانيا العظمة دالت إحصائيات في الأسماء اللي كان في بريطانيا وهي بريطانيا القاوة بأن اسم محمد هو الأكثر في بريطانيا في الباكستان والهدود هناك وغيره من المسلمين يسمونه محمد فالقاوة أن الاسم حتى القاوة عبر الأقبار الإصطناعية لما لاحظوا الجبل أحد من الأعلى القاوة مرسوم منقوش على مسافة كيلومترات طويلة اسمه محمد بشكل جميل بالشدة وبالشكل جميل جداً فهذا معدى قوله تعالى إن أعطيناك الكوتر فصلي لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر فيها بشارة بالكوتر بالعطاء فيها أمر بالعبادة والطاعة والخضوع لله والمقطع الثالث فيها بأن كل واحد يعاديك أو يظلمك مع مرمك ما غير يوصل اللي تعدي عليك واللي يظلمك ما غير يوصلش لأن الله له بالمرصاد هذا الآية الكريمة يقوله بعد الصلاحة اللي يبغى السعد بعد الصلاحة اللي يبغى في بعض الأسراء القرآنية يقول لك ليه ما عنده السعد ليه ما عنده السعد ما شخص يدير يقول لك هذه الصورة هذه كتقرها في الماء قرها في الماء سبعة مراتين إنا أعطيناك الكوتر فصلي لربك وانحر إن الشادك والأبتر كتقرها وكتشرب ذاك الماء كتعطيك الله السعد لأن القديد يتسعد بحل لعنده لعنده التابعة لعنده التابعة مرمك يفرح كتلقى في الممشى الأبواب مغلاقة في الممشى المشاكل تابعة ماله عنده التابعة ما شخص يده التابعة بصورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إلى أن قال تعالى ولا سوف يرضى كتحين تابعة بغتي الزهر والسعد هذه الصورة دي الكوتر كتقرها سبعة مراتين وتشرب ذاك الماء ربيع الزوجان لك كي جارفك واحد نور في الجسم ديالك واحد نور في الوجه ديالك واحد نور في الكلام ديالك واحد نور في الرائحة في العرق ديالك مالك تجلس مع الناس كتكون متميز نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حتى كانوا بعض الزوايا وبعض الصالحين مالك يجتابعوا كي يجيبوا واحد القرعادي للماء وكيقروا في صورة الكوتر سبعة المرات وكيخلطوهم بمزهر وكيبدي رشع للناس مالك يكون العرق الشديد كيرش الناس مجتابعين في الدكر كيرشع لهم ذاك الماء مقرؤة في صورة الكوتر ومحلة بماء الزهر أو بماء الورد بالليك يجيك كتشعر بوحد الراحة ووحد طبعنين وذو كل الناس كيكونوا متحابين كيكونوا متواضعين فيما بينهم هذه كرامات الحمد لله كثيرة في ديننا وديننا غني بالخيرات وبالبركات وكلما فهمناه بعمق وطبقناه بكل مساطة حياتنا غتكون شاء الله منتظمة غتكون جميلة غتكون هادئة غتكون مسالمة غتكون كلمتك مسبوعة ورايتك مرفوعة ورزقك متصل وجيبك عمور بيخوة ببركة الصلاة على مولادا رسول الله فصلوا جميعا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله